بلغت تعداد الإصابات العالمية بفيروس كورونا نحو 264 مليون و700 ألف حالة تعافى منها قرابة 238 مليون و700 ألف حالة فيما بلغت تعداد الوفيات أكثر من 5 ملايين و250 ألف شخص وفي النرويج أعلنت السلطات الصحية عن إصابة أكثر من 50 شخصا بالمتحور الجديد أوميكرون وصرح المسؤولون بأن الحالات مرتبطة بحفل أقامته مؤخرا إحدى الشركات بمناسبة عيد الميلاد في مطعم في العاصمة أوسلوم